السلام عليكم دراسة وثائق الموضوع القوى الإنتاجية للولايات التحدة الأمريكية الوثيقة عدد واحد بعض مؤشرات الإنتاج بولايات التحدة الأمريكية في 2020 إذن أعطني المنتجات الوحدة الإنتاج النسبة للإنتاج العالمي والمرتبة العالمية إذن المنتجات هي الطائرات المدنية الأدوية السيارات الفلاث الذراء السوجة اللفت السكري ولحوم الأبقار المصدر مكتب الإحصاء الأمريكي ونظمة الأغذية والزراعة ثم وثيقة ثانية هي بعض مؤشرات أولا للولايات التحدة الأمريكية المؤشر ثم السنة الوحدة والقيمة أو النسبة بالنسبة للمؤشرات العدد جميل للسكان العدد جميل للنشطين الناتش الداخلي الخام للفرد في السنة ومعدل عدد الباحثين حس البحث والتطوير والنتج داخلي الخام ثم المساحة الجملية ومنها مساحة زراعية مراعي وغبات والمصدر المكتب الإحصاء الأمريكي الأسئلة المرافقة لهذا الفرض إذن جدولان يحصائيان كما تشوفوا هنا أجب عن الأسئلة التالية كل سؤال على حداء يعني كما قلنا سابقا نجيب على كل سؤال لوحده إذن مجموعة الأسئلة خمسة أولا حدد الفكة العامة للوثائق ثانيا نعرف الناتش الداخلي الخام بالفرد ثالثا نجسم الحسة عن الانتاج العالمي لانتاج الطائرات والسيارات والذورة واللحوم الأبقار الواردة في الوثيقة الأولى في رسم بياني في شكل أعمد إذن الوثيقة رقم أربعة بيّن مظاهر القوة الانتاجية للتعادل الأمريكية والوثيقة رقم خمسة أبرز دعائم هذه القوة إذن البداية لابد أن نجيب عن السؤال الأول لابد أن نعيد القراءة جيدا ونتعرف على كل جدول إلى أي سؤال ينسيبه بالنسبة لسؤال واحد ثين ثلاثة إذن هذه الأسئلة نجمقوله مهارية وأسئلة يعني لمعاتها يعني لا تحتاج إلى قراءة معمقة للوثائق حتى يعني أجيب عليها إذن فيها سؤال عن الموضوع فيها سؤال عن المفاهيم نكون حذرته إذن سابقا في المنزل ثم فيها سؤال عن الرسم البياني نكون نعرف كيف ننجز الرسم بياني بينما السؤال أربعة وخمسة أنا عندي هناك جدول من أين سأجيب على السؤال أربعة ومن أين سأجيب على السؤال خمسة إذن لابد أن أقرأ الجدول جيدا وأتعرف إذن هذا الجدول يتحدث عن المظاهر أم يتحدث عن الدعاء إذن هذه أول مسألة لابد أن نتعرف عليها بالنسبة لي السؤال الأول اللي هو يتعلق بالفكرة العامة للوثائق قلنا سابقا في مور المنهجية أن الفكرة العامة هي نفسها الموضوع وهي نفسها الإشكالية يعني بالتالي التلميذ لما يتحدث عن الفكرة العامة هو يتحدث عن الموضوع ولما نتحدث عن الموضوع تحدث عن الإشكالية إذن كلاهما واحد إذن هنا تروازونا معنا ثلاثة الموضوع فكرة العامة الإشكالية إذن دائما هي نفس الإجابة هي إجابة واحدة الإشكالية ليست أسئلة بالنسبة لها على الأقل في امتحان التاريخ والجغرافية لا نتحدث عن المواد الأخرى بالنسبة لي سنجيبه عن السؤال الأول إذن كيف نفعل نستند إلى السؤالين الأخيرين ومحتوى كل وثيقة الوثيقة تحدث عن الانتاجين القوة الإنتاجية بعض القوة الإنتاجية ثم نتحدث عن بعض المؤشرات الأمريكية إذن أنا نمشي للسؤال أربعة وخمسة السؤال أربعة وخمسة إذن ملاحظة قبل ما نجاوب على سؤال أربعة وخمسة الساعة ونمشي للنقدة هنا لابد أن ننتبه إلى أنها لا نقدم إلا موضوعا واحدا مهما تعدي الوثائق دائما ننجز موضوع واحد وليس موضوع عيني إذن موضوع واحد يعني لكل الوثائق مهما كان عددها أربعة أو ثلاثة أو أثنين فهمنا؟ ثم بالنسبة للسؤال إذن لا ننجز لكم لوثيقة الموضوعا السؤالين الواردين في الفرصة متعنا الرابع بين مظاهر القوة الانتاجية للولايات التحدة الأمريكية والخامس بين أبرز مظاهر دعاء هذه القوة إذن موضوع الوثائق إذن نحاول أن نعيد سياغة هذه السؤالين وأتحصر لموضوعا صحيح إذن بالتالي موضوع متعي في السؤال الأول إذن الفكة العامة تستعرض وثائق لهذه مظاهر القوة الانتاجية الصناعية والفلاحية للولايات التحدة الأمريكية وبعض دعائمها البشرية والهيكلية والطبيعية إذن هك شفتوا أنه اخذينا السؤالين وعادنا صياغتهم مع شوية هكا تحوير وإزال التكرار وإبراز بعض الأمور مثلا قوة الانتاجية زدنا في ظنائلها الصناعية والفلاحية وبالنسبة للدعائم دعائمها البشرية والهيكلية والطبيعية إذن حسن ورد في هذا الجدولي بالنسبة للسؤال الثاني هو السؤال الثاني يتعلق بتعريف الناتش الداخل الخاء إذن التعريف قلت هنا يعود إلى التلميذ ولا بد التلميذ يكون يحذر المفاهيم عند قائمة المفاهيم موجودة في نهاية كل درس عند قائمة المفاهيم لابد أن الإنسان يحذرها إذن عندي الناتش داخل الخاء مفهوم القيم المضافة التي يحقيقها الأوالي الاقتصاديون القوميون وغير القوميين إذن المؤسسات الاقتصادية والإدارات المقيمون داخل التراب الوطني خلال سنة يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمهورية الموظفة على المنتجات المستوردة السؤال إعداد ثلاثة اللي هو رسم البياني إذن أنا أتلب مني باش نحول يعني النسب التالية هذه عندي ثلاثة نسب اللي هي الطائرات النسبة هذه ومعها السيارات النسبة هذه ثم معها الذراء ولحوم الأبقاء إذن هذه الثلاثة نسبة سأمثلها في أعمدة بالنسبة أننا نذكروا شوية بنجاز الرسوم الأعمدة أول حاجة لابد من مقياس إذن لابد أن يكون لدي مقياس إذن كنتشوفوا أحنا هنا عندنا معناتها الأرقام أعلى أعلى رقم في اللي تولي منها هو سبعة وستين سبعة وستين معنتها يعني بالمياء هذاك أعلى رقم إذن أنا شنعمل هذي سبعة وستين في المياء والله هذي دونك عندي هذي واحدة وثلاثين السيارات عندنا 11% فاصل 2.8 وعندنا بالنسبة لي قال له هم الأبقار 18% إذن هذوما النسبة المئوية متاعي في هذا الجدول أنا باش نحب نجسم نعمل حاجة صحيحة نعمل مقياس مقياس للمعطيات بالنسبة للأسفل إذن نحتاجه إلى تنظيم لابد أني نحترم إذن نحطه لتحت كل عمود المادة متاعه ونحافظ على نفس المسافة ونفس الحجم بالنسبة لي يعني تشوفوا هنا نفس الحجم تقريبا هنا نفس الحجم هنا زادة نفس الحجم وهنا نفس الحجم وهذا هو مدرس حجم المسافة إذن نحتفظ بنفس المسافة ما بينهم الثلاثة ما بين كل عمود وعمود إنه عندي نفس المسافة إذن أنا تومي مش نلوج على المقياس المقياس المتاعي اللي يخص ما هاته هنا مقياس العمودي اللي يخص أنا عندي آهل نسبة 67% 67% ذي نقسمها على 10 قلنا إحنا آهل نسبة يعني أن سنتيمتر أن سنتيمتر يساوي 6% في المياه الستة في السبعة أنا ما تخدمنيش إذن هذيك أنا نحاول أني نعدلها ونردها مثلا يعني 10 إذن السبعة دي ما إحنا أرقام في نسبة مياوية إذن هذه تولي 10 تولي عندي واحد سنتيمتر يساوي 10% نجيل هنا وحطت سفر سفر عشر عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين سبعين هنا فت السبعة وستين فهمنا إذن رجعت هذي المقياس 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 المعطياتي يجب أن يكون هذي نخدم به ونخدمش بالهامش عادة تنديمة إحنا وقت نلقى النتيجة هذية فوق الخمسة نستعمله عشر وكي نلقوها أقل من خمسة نستعمله خمسة واضح هذي بالنسبة للمقياس إذن نحط باي باش نتحصل على الرقم هذي على السبعة وستين السبعة وستين هذي باش نحط ها بالسنتيمتر قداش من السنتيمتر واجيني بالضبط باي باش نحادد النقطة هذي نعمل الآن سبعة وستين إذن على المقياس مقياس عشرة أو لا هذي المقياس ماتايا عشرة نقسم على عشرة دونك نلقوها ستة فاصل سبعة سنتيمتر إذن آن اش نعمل عمود هذي طوله طول هذا ستة فاصبعة سنتيمتر هذي طوله من هنا حتى إلى هنا ستة فاصل سنتيمتر الثانية قداش الثانية عندي flash فاصل ثمانية نقسمها على عشرة نقلها واحد فاصل ثمانتاش وعادة إذن والله نقض واحد فاصل واحد رقم واحد بعد الفصل و그 دبان هنا ما نعمل أنت هنا تبسيط الأرقام الواحدة هو 30 على 10 نقعها 3.1 الـ 18 على 10 نقعها سوي 1.8 يعني أنا عندي هذة طوله 6.7 هذة طوله 1.1 هذة 1.1 هذة 3.1 وهذة 1.8 هذة ما بأون سنتيماتر وهون سجلت بالنسبة المئوية إذن هذه الطريقة التي نخدم بها الرسم المياني متاعنا واضحي نمر إلى السؤال السؤال هو رقم 4 هذا يتعلق بسؤال مظاهر القوة الانتاجية إذن أنا هناك اكتشفت أن الجدول الأول الذي يعطيني تطور الانتاج هو يعني المؤشرات القوة الانتاجية موجودة في هذا الجدول أهم عمل الذي يجب أن نقوم به هو أن عندي سيارات وطائرة عندي طائرات وأدوية وسيارات فولاد وبعد عندي ذوراة والسوجة ولفت سكري ولحوم هنا لابد من قسمة هنا عندي إذن هنا عندي هذا ينتاج فلاحة وهذا ينتاج سيناعة هذا يفلاحة وهذه السيناعة فهمنا؟ إذن مشكلة عندي أنا طوى في مظاهر القوة الانتاجية أشتحطه أولا مظاهر القوة السيناعية وبعد مظاهر القوة الفلاحية الإنتاج نتعلمه إذن نصنفه الإنتاج من يخدموش لو التلميذ اللي يخدم في الجدوى المتاعه بطريقة أفقية الطائرات وبلغ الإنتاج كذا ونسبة المئوية حصلت نسبة هامس 24 وحتلت المرتبة الأولى أما الأدوية فبلغت كذا ونسبتها كذا ورتبتها كذا ثم للسيارات ثم كذا وكذا هذا كان سموه المحاكاة والمحاكاة سفر واضح إذن شيء يجب أن نعمل هنا أول حاجة يجب أن نصنف إذن عندي الطائرات سيناعات جو فضائية الأدوية هذه هي صناعات جيل الأول عمنا صناعات الجيل الأول قمنا نفسق هذه ما عاش نحتاجها هذه كصناعات الجيل الأول بعد عندي الأدوية هي صناعات كيميائية وثم السيارات صناعات ميكانيكية هذوم الزوز يمثلوا صناعات الجيل الثاني الفلاذ صناعات التعديم همثل صناعات الجيل الأول إذن أنا توصل نفط صناعات الثلاثة إذن أنا في فقر نتحدث عن صناعات الجيل الثاني الجيل الأول والثاني والثالث ونذكر أنواع الصناعات الموجودة إذن هنا نستندجوا حاجة اسم تنوع الإنتاج الصناعي إذن هذا المظهر الأول من مظاهر القوة الصناعية واضح إذن نضع وضع آ في مشكون هنا سؤال رقم أربعة ما نعمل فيه آ ما نعمل فيه أول عربي مظاهر القوة الصناعية وما نعمل فيه اثنين عربي إلى هنا مظاهر القوة الفلاحية أنا نعمل آ إنتاج صناعي متنوع هذه الآ نتعدل هنا في النسبة للفلاحة نفس الشيء عندي الظراء والسوجة حبوب واللفت السكري زرعة الصناعية والإنتاج والحوم الأبقار إنتاج حيواني إذن عندي أيضا هنا تنوع الإنتاج نعمل أنا دونك حتى هنا آ تنوع الإنتاج نمر طوى إلى الواد الثاني الإنتاج كيف يبدو حجم الإنتاج في الإنتاج الصناعات في النسبة للبطاة المكية إنتاج ضخم إذن تشوفوا 1500 طائرة 59.9 مليون مليار دولار 8.8 مليون سيارة 72 مليون طن إذن إنتاج ضخم وهذا الإنتاج هذا هي حق الاكتفاء الذاتي وأيضا يوفر فوائد هامة والفوائد هامة مواجهة التازي نتوسع في كلمة إنتاج ضخم هذه مش تكوني سيدي باء في مضاء القوى الصناعي نفس الشي في الفلاح إنتاج فلاحي ضخم إذن إش نعمل فقرة كيف أن الإنتاج الثراء مرتفع بلغة 350 مليون طن السوجة إذن أيضا إنتاج هام بلغة 12 مليون طن اللفت السكري في زراعات الصناعية إذن إنتاج مرتفع 30 مليون طن والوحوم الأبقار إذن إنتاج هام بـ 12 مليون طن إذن هنا مش نحط عندي إذن هذه يتمثل بالنسبة للفلاح بالنسبة للحصة من تاج العالم الحصة تبدو هامة هنا من ننساش نحاول أن يسبي لك أسور هذه يتمثل إذن الثلوثين هذه يتمثل النصف هذه يتمثل تقريبا العشر فاقة العشر هذه نخلاكي مهيري لأن قلم السبعة هذه يتمثل أنتيار الثلث هذه يتمثل أنتيار الثلث هذه يتمثل تقريبا الثمن هذه يتمثل الخمس قرابط الخمس إذن حاولتني أن يسبي لك أسور سأستعمل في فردي هذه الكسور هذه أستعملها كما هي إن استعملتها إذن تعطينا حسها من الإنتاج العالمي المراتب العالمي نفس الشيء بالنسبة لفلاحة حسها ما المراتب العالمية هنا مش تعطينا المراتب العالمي الأولى تشوفوا هنا لولا لولا ثالثة الرابعة لولا ثانية ثانية لولا إذن هذا يعطيني محسة إذن مراتب عالمية متقدمة الزوز هذوما في الفلاحة وفي الصناعة يعتوني مكانة عالمية متميزة هذه هي ما تكون أنا توا أخدمت وحضرت الأرضية لأن أقوم بالسؤال رقم أربع مظاهر القوة الإنتاجية يزمني في فرض إنتاعي نعمله أولا عربي مظاهر القوة الصناعية نعمل إنتاج فيه إنتاج صناعي متنوع إنتاج صناعي ذخم ومكان عليه متميز ونأخذ الأمثل المتاعي من كل جزء نفلاح نفس الشيء نحط ثانيا مظاهر القوة الفلاحية نعمل إنتاج فيلاحي متنوع ثم باه إنتاج فيلاحي ذخم ثم نعمل مكان عليه متميز دور الكراسة worrying الكراسة التوسع في المعلومات الموجودة في الجدور أنا عندي إنتاج فيلاحي متنوع يعني نجم نذكر الأنواع الأخرى عندي إنتاج فيلاحي ذخم النجم عندي نتوسع في الصديرات نتوسع في الاكتفاء الذاتي نتوسع في المردودية عندي المكان العالمي عندي إلى هنا مثلا في الصناعة نجد نذكر الشركات الشركات الأمريكية في الصناعة اللي هي رمز القوة إذن حق إنتاج ذخب مراتب عالمية عالية وعندها شركات عملاقة في هذا المجال بفضل يوصل إلى هذا العمل إذن هكذا تكون الخدمة متاعي تكون خدمة يعني انتلاقة من الوثيقة واعتماداً كلي على الوثيقة ويعني تكون الخدمة متاعي ممتازة وواضحة وأبتعد على المحاكات هذا مبني على أساس إذن التصنيف إذن هنا في الدرس دوفور هذي يجبني نصنف المعطيات وهنا عندي عندي لهنا سمعوني هنا عندي المعالجة هنا لابد من معالجة هذه الأرقاء دونك شاعتينها كإصلاح هاو الإصلاح ما ظهر القوة الإنتاجية الصناعية دونك إذن إنتاج صناعي متنوع يضم أجهات ثلاث إنتاج صناعي ذاقمي وحق فوائد هامة دعمت قدرتها على التصدير مكانة عالمية متميزة حصة هامة من إنتاج العالمي وتصد ما تقول النقاط هذه يعني أستعرض ما جاء به الجدول ثم أتوسع فيها من الكراس بالنسبة لي المظاهر القوة الإنتاجية الفلاحية إنتاج فلاحي متنوع يضم الإنتاج النباتي والنباتي الصناعي والحيواني إنتاج فلاحي ذخم يحقق اكتفاء الذاتي مع فوائد هامة ما دعمت قدرت على التصدير وامتلكت السلاح الأخص مكانة عالمة متميزة حصة هامة الانتاج العالمي وتصدر المعطب العالمي الأولى إذن هذا للعنصر السؤال رقم أربعة وثم أنبهكم هنا يعني المطات هذه رهي ممنوعة ها أكتبت هاي كم هنا ممنوعة أستعمل المطات إذن لابد هنا أن أكون هنا يجب تكوين فقرة إذن سواء أما تعملهم أجلس فقرة واحدة وإلا نعمل كل واحدة فقرة إذن المطة سفر على أربعة في المنهجية رد بالك فهمنا واضحين إذن لابد أني أنا نتبهي هذه النقطة إذن نألف أنا هنا عملت الأسقلام لأنني في إصلاح فرض الوثيقة الثانية اللي هي بعض المؤشرات للدهة الأمريكية هذه السؤال اللي جاء عليه حول دعاء من القوة إذن ظاهر هنا أنا وإن قيت من المؤشرات هذه كل قيتها في درس الدعاء إذن هو سؤال كان الدعاء إذن لك كيفاش نستثمرها البعض مثل هذا يبدأ يعود في الأرقام هذه والجمل هذه واد بواد يأخذها باليكلون بالإكاز بالعرض ويبدأ يعود فيها بلغ عدد السكان تذمع تذمع النسمة وبلغ عدد الناشطين مئتين واثمانية والدخل كان مرتفع إذن أنت هنا أعدت كتابة الجدول في شكل نص نثري كيفاش نعمل هنا دونك أنا قلت هنا العملية مبنية على قاعدة السيسة هي التصنيف للمعطيات لما نصنف المعطيات ننجح في العمل المتاعي كيفاش نصنف هنا نبدو أول حال عدد جميل للسكان كيف نعمل معها عدد جميل للناشطين الناشط داخل الخاء هذوما ثلاثة يمثلوا دعاء بشرية ثم معدل الباحثين الحصة من الباحث وطنة شفت الباحثين وباحث إذن هذا يمثل أهمية الباحث العلم وطنة تكنولوجيا دعامة هيكلية ثم المساحة الجملية المساحة الزراعية والمراعي والغباد هذه تهم الطبيعة إذن هذه دعاء طبيعية أنا توصل نفط لعمل المتعي أنا مش نجيب في الدفور المتعي هذه رقم خمسة مش نحط هذه أولا ثانيا ثالثا دعاء بشرية دعاء أهمية لباحث العلم والتويتونوجي نجم نحط نظيفة كلمة دعاء مهيكلية مش مشكل ونعندي دعاء طبيعية فهمنا كيفاش نستثمر المعلومات المتعي اللي هي المعطة هذه كيفاش نجسمها بدون محاكاة إذن هنا أول حاجة لابد أن نعتمد وطريح عاجتين فهم وصف وصف وتحليل نصف الظاهرة ثم أحليل ماذا أستنتج منها التحليل فيه هو عبارة على استنتاج ماذا أستنتج من هذا الوصف نبدو عدد السكان كيف يبدو عدد السكان عدد الضخم والنال إذن هذه تبعي عدد الضخم من السكان الجزء الأول يمثل الوصف هذا الوصف هذا الاستنتاج أو التحليل إذن يمثل السوق السلاكية واسعة هذه هي ونجي التفسير للدعامة العدد من السكان إذن 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 عندي 288 مليون ناشيط إذن 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 معنتها يعني إذن دائما هذا الوصف وهذا التحليل الناتش الداخلي الحام الخام الناتش داخلي مرتفعة هكو لا داخل فردي مرتفعة إذن هذا الوصف التحليل يدعم القدرة الشرائية وحافظها الاستهلاك إذن شفتوا إذن الدعام البلاشية توقع إذن مجرد أني نألفها لجمال هذية سأجيب بإجابة صحيحة وتحصل عدد كاملا المهم نألفها بطريقة جيدة نمر الآن إلى معدل عدد الباحثين الباحثين 9 فس 9 إذن باحث لكل ألف ساكن إذن هنا رصيد ذقم من الباحثين هذا يا الوصف ماذا يؤكد ماذا الأهمية منه وماذا الانسنتاج منه يؤكد أهمية البحث العلمي وتأهيل وتكوين جيد اليد العاملة الأمريكية بالنسبة للنقطة الثانية حصة البحث من نتش داخل الخام 2.5% ردوا بالنا منها الرقم هذا يراه رقم هام وليس رقما ضعيفا افهموا الجملة هو حصة البحث وترم من نتش داخل الخام إذن قداش يعطين هنا 20% 2.9% 22 إذن هي أول حاجة الوصف حصة هامة اهتمام كبير من الدولة بالبحث العلم وتطيير التكنولوجي تخصص حصة هام من الناشط داخل الخام إذن أنا هنا أعملت الاستنتاج قبل الوصف هم لا قدمت كدعاء هذه بالنسبة للدعامة الهيكلية التي هي الوحيدة على دمية البحث العلمي وتطيير التكنولوجي الدعامة الطبيعية عند المساحة مساحة أو الحاجة تسعب أربع مليون كلمات مربع هنا تهزني إلى الشسعة مساحة شاسعة وممتدة هذا الوصف التحليل مزايا طبيعية عادي نجيب الدرس متاعي كل ما يهم المساحة والشسعة نتحدث هنا عن الموقع المركزي نتحدث عن السواحل نتحدث عن الامتداد عن الامبساط نتحدث عن الخلجان نتحدث عن المناخات نتحدث عن تنوع المحاصيل الزراعية عن امتداد ها عندي الغابات تونجها هذا بالنسبة لي المزايا الطبيعية نتحدث عن المساحة الزراعية المساحة الزراعية عندي تحتاش دونك بالمئة مساحة زراعية مساحة الولايات الأمريكية إذن هذن مساحة زراعية شاسعة امتداد كبير هذا الوصف وهذا التحليل إذن هي تسبح بتنمية خطاع الفلاحي وتوفر إذن مساحات هامة للزراعة وتطوير الزراعة في الولايات الأمريكية وهنا الرقم هنا عندك تسعة مليون كما تبقى ما فيها تحويل هذن فيهم تحويل أيضا النقاط تبقى كما هي ونعودها كما هي كل شيء يبقى كاكة الرقم هذا يتبدل نسبة مئوية هو بورسونتاج لأنه هذا جاء بورسونتاج لذلك من نجم من حولهم هذه مليون كيلومتر مربع فهمنا بالنسبة للمراعي المراعي أيضا امتداد كبير للمراعي كما تشوف هنا هذا الوصف وهذا التحليل إذن هو دعم كبير لتربية الماشية الغابات الغابات أيضا 21% إذن تمثل تقريبا هنا الخمص خمص المساحة الغابات المراعي نجم نستعمل الرقم هذا أنه ربع المساحة الغابات واحدة لأربعة وعننا هنا بالنسبة الغابات إذن والخمات النباتية واضح هذا بالنسبة لمعالجة هذا الجدول إذن شاهدوا كيف صنفناه إذن التصنيف الوصف والتحليل وبذلك أبتعد عن الموحكات وتكون منهجتي ممتازة ونجم نتحصل عدد باية في المنهجية وفي العمل حتى إني بإمكاني أني نخدم الخدمة وإنما محضر برشة معلومات الإصلاح وبالنسبة لعنصر دعائم ودعائم بشرية أهمية رسيد البشري حقوق السوق الاستلاكية ارتفاع الناشطين يدعم الفلتحة تأهيل جيد دخل فردي مقوي حي حظها الاستلاك دعائم هيكلية إذن أهمية البحث العلمي وتطبيق التكنولوجي حس سهام من بحث النادي وارتفاع عدد البحث للعلماء ثم دعائم طبيعية عن نشسعة أهمية السهول الأراضي الزراعية المراعي والغبات إذن نصل إلى نهاية هذه الحصة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء في مسافحة أخرى ونقول لكم أنا اللي حب يتعلم يعني تحليل الوثيق في الجغرافية مع لي كان يرجع إلى شريء الفيديو اللي سجلناه حول يعني منهجية الجدول اللحصائية هذه كعامة جدا ثم يرجع إلى هذا الفرض هذا الموضوع عددين يحاول أنه تبق ويحاول يعمل كيفه بخدرة الله يلقى روحه معناتها جاهز لأي امتحان إذن إلى اللقاء ويعني بالتوفيق